اهلا بكم مرة تانية وعشان يعني المسؤولين يبينوا قد إيه الجزائر بلد حريات قبلها على طول تنفيع اعتقالات ومنحكمات لصحفين جزائريين بتهمت الإساءة للدولة ده غير أزمات في استراض الأدوية وركود سوق السيارات وقضاعة اقتصادية صعبة محدش حتى بيحتفل بيها خيالوا؟ كله بيفكر هناك دلوقتي إزاي يعيش بعد التدخل وما ضرب الأسعار بس يا جماعة للأمانة مش كل المواد الأساسية غالية ليه؟ في حاجات مثلا زيت والحليب مغليوش أوكي مش موجودين بس نشهد الحكومة أن هم مغليوش وظهر كده أن فيه عجز في الانتاج الحكومة قالت يا جماعة والله إحنا زي الفل ومحققين الأمن الغذائي ومعانا شهدا من الفو بالكلام ده من هنا ورايح المنتج اللي هيختفي اعرفه أن فيه عصابات تهربطه بره البلاد الفو ما كتبش على فكرة يا جماعة الجزائر محقق الأمن الغذائي فعلا بس للدول اللي حواليها لكن هي للأسف بتعاني بس بمناسبة الاحتفال والاستقلال الإعلام الجزائري طلع بحل فعلا أي خلي المشاكل هي اللي تختفي مش السيلة تعزيزوا الأمن الغذائي من أهم التحديات التي كسبت رهانها الجزائر أحرزت تقدما كبيرا المرتبة الرابعة والخمسين من بين مائة وثلاثة عشر بلد رقم يعني إيجابي الأمن الغذائي تغريب من مغطين تعليم في مياه نلبي حاجية المواطني لأبل مياه وفي ذل هذه الظروف الدولية الصعبة وقدم احتذاري لكل ربي بيت وجد صعوبة في وجود بعض المواطن مشكلة في الجزائري أنه في نفسيته هاجز أنه هذه المادة ما يقدرش يعيش بها عشرة في المياه من السكان مصابين بالمرض السكاري هناك مرض السمنع هذه الأمراض سببها هو القمح ومشتقاته اليوم حال الوقت أنه يكون فيه ترشيد لقمت وجهه إلى ثقاف ترشيد الاستهلاك السلوك غير جيرانا هنا في تونس تونسي مهوش مبتر اختونا من التبذير إن المبذيرين كانوا أحوان شرياطينا ما دير إحنا الشعب التاعنا لازم يكون في المستوى في الترشيد بالماكن اللي انتعوا في الخبز في فرنسا اللي ما يجيهم مرة في الأسبوع مرة في الأسبوع اي 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 انا أنا متأكد بكاد أنا روحت لفرنسا كتير بننسى العيش من كتربة بنأكل كل رسوه أسبوع الحقيقة أثر من نحنا نقعد لخبز ايسا نفسك كل يوم كده يا جزائري؟ أنا عايزة عيش ولا عايزة أكل عيش؟ اه فرنسا البلد المشورة من المخبوزات اللي عيش بيجيله مرة في الأسبوع اه أسبوع انت تجيب أخبارك منين؟ أكيد من صفحة صدول بلدول فرنسية صح؟ كنت عارف ولا انت عشان فاكر بيقوله عود فرنساوي فاكر ان البلد كلها عاملة ضاية هناك بص يا مواطن يا جزائري احنا بشان عيشك عشت المواطن الفرنسي بص احنا خايفين عليه؟ مرض السمنع اي سببها؟ هو القمح؟ ما يبقاش مخك تخينه جسمك كمان هنمنع القمح عشان السمنة والحلويات عشان السكر والرز والمكارون عشان نشويات ونمنع اللحمة عشان النقرص وهنمنع الفلوس عشان ما تعرفش تشتيري اي حاجة من الحاجات دي ده المحبوسين في السجن بيتقدم لهم ثلاثة وجبات يا راجل وانت عايز شعب الجزائر الحر ما يكلش طب ولك ايه؟ تعرف ان القمح فيه الياف بتساعد على انقاس الوزن؟ الترشيد الاوفر ده هيخليك بدل ما تعالج السمنة تجيب لي بقى الشعب انامية طب يا جماعة مفيش نصايح تانية الاعلام يعني حابب يزايد بقى على الشعب كمان ده احنا الشعب بتاعنا لازم بيكون في المستوى عايزين كلين شيت حدش يروح الفرن تاني ويعني لو قعت في الغلط والريح هكيدة شدتك ما تاخدش اكتر من الغفين مش عايزين نهدد الأمن الغذائي للفرنسيين البسطاء اللي معاوش حق الكراسوه ما هي حكومة؟ ما عندكوش مسؤول واحد فكر يعني في حل للأزمة ديت اقدم اعتذاري لكل ربي بيت وجده صعوبة في وجود بعض المواد لا بجد الله لا انا شبعت قوي بعد ما سمعتك الصلاحة بتعتذر لا المواطن الجزائري خد اعتذارك شوحوا مع شوية زبدة وفصين توم وروز ماري وشوية برق لوري وكلوا مبسط شكرا سيادة الوزير يا جماعة انا بجد مش متطمن للإعلام وحس ان في حد بيكون يعيش على قفة كل ده لسه الحكومة دفع مبلغ من وقصة الحصة قمحة كبيرة جاية من أوروبا واكيد وزير التجارة بنفسه كان مشرف عليها وهو بنفسه يخش هوت يقول لنا انا نقول لك نطمنك والحكومة تطمنك ان بهذه السياسة الرشيدة تعسيد الرئيس الحكومة في وقت لكل الدول على أبواب المجاعة أو أزمة نحن في أرياحية من ناحية ليستوك نطلب من إخواننا المستهريكين هما ذلك عندما نضع في الأزمة انت نايم رك معايا في البابور لازم تعاوني انت الشاب لازم تسعى معايا باش يحسن سلوكاته الاستهلاكية الحليب كان الزيت كان السميد كان بلي جدة كلش في طار لهفة ما خلاش المواطن الأخير كلم الناس يقول لك هم دير لاشان اي ورا ليش كنت لاشان موش عيد لاشان بالعكس سلوك حضاري ناس وقفة بأدب باحترام تدي دورة خير من هاماج لان في كل دول العالم كيل لاشان وفي أحلى من التوابير يا راجل ده تمرينة رجلي من غير منزل الجيم لأ جزائريين بقول لكوا ايه التوابير دي هاي اللي تبني شخصيتك ده أنا ساعات كده يبقى مش وراي اي حاجة اروح اقف الطابور مغير اي سبب طواية ده أنا بقيت مضمن طوابير الوقت ابني ده ما ابني شخصيته ازاي معلمه السباحة والرماية والواب في الطوابير لأ اصلاحنا عمني الطابور عشان تفكر كويس على ما يوصل له يجي دورك يمكن تخيل رائق ولا حاجة سداني يا جزائري لو خدت العش ومشيت على طول مش هتحس بطعمه لازم تحارب على كل رغيف هيخش بطنك ناس وقفة بأداب باحتراق ده فاكر لما الطابور يطول معناها ان السلع جايبة ريتش معاك ان كل دول اللي عالم بصراحة فيها طوابير بس بقى الطابور على باب حفلة على طيارة على مطعم لما زحم الطابور عش انت هزل الناس ان انت عامل حسابهم في العش وقت الازمة نحن فيه ارياحية من ناحية الاسطوك لا جزائريين اقعدوا صدقوني الاسطوك موجود بس الحكومة مش عايزة تطلع مخزون القمح ده وشايلينه ان شاء الله لنهاية الكون لحد ما تيجي بقى المفروض الكل يستحمل ويقفوا الطابير لا الاسطوك موجود بقولكو بس احنا يعني بنحب نعيش حالة الازمة احنا اوكي ما بنجيبش قمح من اوكرانيا بس طالما اوروبا في ازمة نوقفهم حلوة والمرة اصدار كده يا جماعة الوزير مالوش دور اصلا في حل الازمة دا لو خد دور هيبا واقف في طابور اللي عيش ذوي زي انا انا حس ان الوزير بيتجر بنا ومش فارق معاه سدوني السلعة لو متاحة ما كانش المواطن هو في طابور قد ده عدل طب اروح لمين طب اروح لوزير العدل بصراحة هو اللي ممكن يقول تصريح يخرج الشعب الجزائري من الازمة دي يبدو انه بعد كل هذه المحاولات والجهود اللي تقوم بها الدولة لتحسين القدرة الشرائية ثبت للجميع بان هذه الافعال اصبحت يعني عبارة عن جريمة منظمة وترتكب من طرف جماعات تهدف الى زعزة استقرار المجتمع جماعات تهدف الى زرع اليأس في نفوس المواطنين من خلال ضرب مباشرة القدرة الشرائية كيفاش انتهي مادة يعني تلقاها في بلدان مجاورة تلقاها ربما حتى في فرنسا وتقول لي هنا في السوق الجزائري قلنا هذه السلع موجودة ولكن يتم التلعب بهذه الكيفية والغرض اصبح واضح واضح خالص مؤامرة اكيد مؤامرة واضحة مؤامرة من الخارج اللي منع الخبز لضرب بطن المواطن الجزائري عايزين يجبولنا امساك شعب الجزائر تلقاها ربما حتى في فرنسا ازاي في خبز في فرنسا ومش موجود في الجزائر المكسيك فيها تاكو والناس في الجزائر مش لقاها تاكو حرام شرقاسة فيها سوشي والجزائري جي رول لقاها هوشي حرام والله لا احنا لازم نفضي اسواق الدول المجاورة بقى لو لقينا طابور طويل ناخد الناس نصدرها الدول المجاورة يمكن تحت تشتري براحتها لا الحكومة مش هتنهي التهريب دي بقية جريمة منظمة خلاص زيازي هيتزور الانتخابات كده مثلا يعن اه لازم اشرف قضائي تهدف الى زرع اليأس كان في ايديهم يزرعوا قمح عايزين يفشلونا فبيزرعوا اليأس يعني ازمت السلع دي كلها سبب المؤمرة مش ان الحكومة سايبة السلع بدول القابة وبتطرب لا خلاص حقيق علينا يا حكومة كنا فاكرينكم مش عارفين اللي بيحصل بس واضح ان هي جريمة منظمة وانتم تابعينها كوي